السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو مخصصة الطلبة المقبلين على اجتياز المباراة لونسجي واللي خصوم في اول امر يدوز واحد امتيحان ديال او معروف بالطافيم. هين مجموعة ديال الطلبة لما تعرفوش كيفاش اه كيدوز هاد المباراة هادي واشنهما المحاور اللي كيتمتحنوا فيهم وكيفية العملية ديال التنقيط. هادشي الطافيم را كيكون على شكل دي كو سي ام يعني كستيون اشواء مولتيبل. والعملية ديال التنقيط كتكون على هادشكل دوك لكن عندك الجواب صحيح راتي يعطيك تخوى بوان بلوس تخوى. كل جواب ديالك خالط او خاطئ كي يعطوك هنا يا موان موان زن يعني كي نقصو لك النقطة. ولك الجواب ديالك يعني ما جاوبتش نتايا راكت تاخد زيغو بوان. دو كنتم الأفضل لك انتي متأكد من الجواب من الاحسن انك ما تجاوبش على انك تاخد موانزع. بالنسبة المحاور اللي. اااااااااااااا ويستخدموا بهم في هذا الكون associations هاده اضافة المحاور هاده. المحور الول كان ميموريزاسيون ناكي يشفوه مش الذاكرة عندك قوية هاد الميموريزاسيون هاده تسيطيه في هذا الميموريزاسيون هاده تحطيه جوش ديال النصور جوش ديال اما منشي جورنال او منشي كتاب وكتكون عندهم مع علاقة مع الاقتصاد والاخبار ديال الاقتصاد ديال هاد العام هذا ولا شي حالي اقتصادي مهم المهم هادوك هادوك هادو لديو تكست او لديو زيكسترين اللي غا تقراهه انت خاصك تعقل على كل اسم وكل رقم وكل تاريخ او عنوان خاصك تعقل عليهم زيان باش تجاوب على الكستيون غيجيوك من بعد لان من اللي غيسى للوقت اللي عاطينك خاصك تعقل على هاد المعلومات باش تحاول اه اتجاوب يعني في الاسئلة اللي غا ديعطوك من بعد دونك هادوك 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 لديو تكست او لديو زيكسترين اه خاصك تعقل علاقة على المعلومات اللي شفتها في هادوك لديو تكست بالنسبة المحور الثاني هو التقافة العامة هذه نظن بالليرة شيء سهل في امتيحهم لأن هذه تعتمد فقط على المكتسبات المعرفية والتقافية المهم يأعطيك مجموعة لكيستيون سواء كانوا بالرياضة أو للسياسة أو للفن أو للشخصية المشهورة أو للإقتصاد أو للصحة الجغرافية التاريخ يعني أي حاجة ممكن أنه العواصم ديال الدول تحطوها بزاف والإحداث المهمة اللي وقعها هذا العام مثلا سواء كانوا في المستوى الوطني أو المستوى الدولي إذا هنا يا إلا كنتي واحد الإنسان اللي مهتم بالأخبار رغبت جاوب على هد المحور هذا بكل سهولة بالنسبة لمحور الثالث عندنا الغيزوليسيون ديالي بخو بله هذا عنده علاقة وطيضة مع المنطق ومع الرياضيات بحل المعادلات المتساوية الحساب ديال السرعة النسبة المئوية التناسبية مثلا وعنده علاقة بزاف بالمنطق يعني ما شي بزاف ديال المطوى لكن كتكون أخصت كل الأجوب ديالي تكون منطقية تكون تفكر مزيان وتخدم بالعقل ديالك باش تجوب على الكيستيوم تعالقين بهذا المحور هذا المحور الأخير وهو المحور ديال اللينجويستيك والسيمانتيك هناك يعطوك واحد المجموعة من الكيستيون اللي عنده معلاقة بالقواعد ديال اللغة الفرنسية خاصة اللي قرأتي في بتدائي والإعدادي بحل الكونجيغازان غرامير الورتوغراف والفوكابولير هنايا خاصك كتلقى كتلقى اللي كيستيون اللي كتلقى هنا الغالب اللي كيستيون اللي كتحطو هنايا كتحطو اللي زمانيم اللي سينانيم اللي كسيك دونك هادو هما المحاور اللي كينين بربع وهاد المحاور هادو را كل ما يحور كتنجزون تايا فوحد التوقيت زماني ما بين 15 حتى دي 20 دقيقة لكل محاور دون كنتمنى تكون نفتكم في هادلا فيديو بالنسبة ل الكيفية ديال جدياز ديال المبارا ديال ديال اللوينسيج ديال التفهم لولوج المدرسة ديال اللوينسيج جاي ماتسوش تبارتاجيو هادلا فيديو مع لزامي ديالكم باش يستفد أكبر عدد من التلاميذ كنتم لكم بتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرداتو